ضمن مكونات البرنامج الموسع للترقح ضد الحصباء نظمت وزارة الصحة الموريتانية بنواكشوب حفلاً صحياً لإدراج الجرعة الثانية من لقاح الحصباء والحصباء الألمانية دابل آر تو لصالح الأطفال دون الشهر الخامس عشر إدخال الجرعة الثانية ضد الحصباء يأتي هذا العام مع ظهور حالات منها في عدة بلدان إفريقية من بينها بلادنا حيث تزايدت خلال السنتين الأخيرة وفي المناطق الأكثر هشاشة حسب الجهات الصحية وأنتم تشرفون اليوم على انطلاق إدخال الجرعة الثانية ضد مرض الحصباء مشيداً بأهمية إدخال هذه الجرعة في حماية الأطفال بشكل عام وبالخصوص أطفال الأسر الهشة والتي بالطبع سيؤدي إدخال هذه الجرعة إلى تعزيز منظومة الصحية وتهدف وزارة الصحة الموليتانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إلى توفير برامج فعالة بمواجهة الحصباء عبر توفير اللقاح بجرعتين لكل طفل وفرض الرقابة على المختبرات إضافة إلى الحملات الصحية التوعوية هذا المخطط يركز على أهمية توفير برامج فعالة للقاح روتيني وأيضاً القدرة على توفير جرعتين من اللقاح المضاد للحصباء والقيام بحملات تحسيسية ورقابة المختبرات والتكفل التام بالمصابين بداء الحصباء سيد الوزير تعزيز اللقاح الروتيني أمر بالغ الأهمية لأنه يشكل العنصر الأساسي الذي يسمح بالحفاظ على مناعة جيدة وعالية بين الشعب ضد الحصباء كما ينبغي أن نذكر أنه من أجل استثاث الحصباء ينبغي أن تشمل التغطية 95% والمحافظة على هذه النسبة أو زيادتها ويعد مرض الحصباء من الأمراض المؤدية المصنفة بمشكل صحي عمومي إذ يتسبب في تشوهات خلقية للأطفال في حالة إصابة الأم الحامل به إضافة إلى مضاعفات خطيرة من بينها العما والتهابات الجهاز التنفسي ترجمة نانسي قنقر